موسيقى وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه كلمة سامية بمناسبة دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المواطنون الأعزاء من كل محافظات مملكتنا الغالية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله تبارك وتعالى دائما وأبدا ونتضرع إليه بالدعاء في هذه الأيام المباركة من هذا الشهر الفضيل أن يتقبل صيامنا وقيامنا ودعائنا ويرفع الوباء والبلاء عن وطننا ويجعله آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمعين وأنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بكم في هذه الليالي المباركة في لقاء متجدد ومحبب إلى نفوسنا في إطار التواصل والمحبة التي تجمعنا بكم جرياً على عادة حميدة وسنةً رشيدة لنجدد لكم التهاني بشهر رمضان المعظم ونبارك لكم دخول العشر الأواخر من؟ مبتهلين إلى المولى تعالى أن يعيده على وطننا العزيز وعليكم جميعاً بالخير واليمن والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية وهما ترفلان به أثواب العز والرفعة والسلام والاستقرار أيها الأعزاء الكرام من المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة لقد اعتدنا في مثل هذا الوقت من كل عام باستقبال أهالي جميع المحافظات في مجالسنا الرمضانية التي نحرص على تخصيصها لاستقبالهم فرحاً وابتهاجاً بغدوم موسم الخيرات وأحياء لعاداتنا الأصيلة بما تجسده من عمق الأخوة والانتماء لأسرتنا البحرينية التي نعتز بها أشد الاعتزاز وإذا اقتضت علينا ظروفنا الراهنة بالتواصل معكم عن بعد إلا أننا نؤكد لكم بأنه مهما بعدت المسافات فأن وصل القلوب وتغارب النفوس مستمر في كافة الأحوال ونتطلع معكم إلى عودة شؤون الحياة إلى أفضل أحوالها وكما عهدناها بعون من الله تعالى وتوفيقه ولنلتقي بكم في الغريب العاجل على الخير والمحبة والصحة والسعادة كما أن واجب الوفاء والعرفان يحتم علينا ونحن في هذه الأوقات المباركة أن نعرب عن عميق شكرنا وتغديرنا بما نشهده من انضباط جماعي لدى كافة أفراد السعب ومكونات باتباع الإجراءات الاحترازية في مواجهة الوباء لتطهير بلادنا منه عاجلا إن شاء الله تعالى ونجد في مثل هذا الموقف المسؤول التزاما كبيرا لمساندة وإنجاح مهام الفريق الوطني منذ انطلاقته الأولى بغيادة ابننا السمو ولي العهد الأمين من مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها الذي تتميز أعماله بالجدية والمهنية وبنتائجه المبهرة التي تبعث على الكثير من الفخر والارتياح والحرص الكبير للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين ولا يسعنا هنا ومن منطلق الوازب إلا أن نشيد بتلك المساعي المخلصة التي سنحرص على أن تحظى بالتكريم المستحق منا وليكون متناسبا مع حجم تضحياتهم ونخص بالذكر المرابطين على الصفوف الأمامية الذين وقفوا ويقفون بكل شجاعة واقتدار وصمود من كوادرنا الطبية والصحية والتمريضية والإدارية والأمنية العسكرية منها والمدنية ولشعب البحرين الوفي والمقيمين فيه الذين سطروا أروع الأمثلة في الوفاء والإنسانية والعطاء والتضحية والتعاون والتكاتف في هذه الأزمة والجائحة التي تمر بوطننا الغالي فلهم منا كل الشكر والتغدير وبارك الله في جهودهم وسعيهم الدؤوب والمخلص وأننا لن ندعو الله جل قدرته في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم أن يوفقنا وإياكم ويسدد على طريق الخير خطانا ويقوي أواصر المودة والمحبة بيننا ويجعل قلوبنا مليئة بالخير والتفاؤل والمحبة لكل الناس متمنين للجميع على أرض هذا الوطن العزيز عيدا سعيدا مكللا بالخير والبركات وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة